السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخوات الأفاضل مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو من سلسلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن نبدأ الفيديو إذا أعجبكم المحتوى اضغطوا على زر لايك واشتركوا في القناة لدعمنا وشكرا لكم وبرك الله فيكم أولا نبدأ مع القصة الصحابي الجليل الذي سنتكلم عليه اليوم في هذا الفيديو هو حمزة بن عبد المطلب أسد الله وسيد الشهداء كانت مكة تغط في نومها بعد يوم مليء بالسعي وبالكد وبالعبادة وباللهو والقرشيون يتقلبون في مضاجعهم هاجعين غير واحد هناك كان يتجاف عن المتجع جنباه يأوي إلى فراشه مبكرا ويستريح ساعات قليلة ثم ينهض في شوق عظيم لأنه مع الله على موعد فيعمد إلى مصلاة في حجرته ويظل يناجي ربه ويدعوه وكلما استيقظت زوجته على أزيز صدره الضارع وابتهالاته الحارة الملحة وأخذتها الشفقة عليه ودعته أن يرفق بنفسه ويأخذ حده من النوم يجيبها ودموع عينيه تسابق كلماته لقد انقضى عهد النوم يا خديجة لم يكن أمره قد أرقى قريشا بعد وإن كان قد بدأ يشغل انتباهها فلقد كان حديث عهد بدعوته وكان يقول كلمته سرا وهمسا كان الذين آمنوا به يومئذ قليلين جدا وكان هناك من غير المؤمنين به من يحمل له كل الحب والإجلال ويطوي جوانحه على شوق عظيم إلى الإيمان به والسير في قافلته المباركة لا يمنعه سوى موادعات العرف والبيئة وضغوط التقاليد والوراة والتردد بين نداء الغروب ونداء الشروق من هؤلاء؟ كان حمز بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة كان حمز يعرف عظمة ابن أخيه وكماله وكان على بينة من حقيقة أمره وجوهر خصاله فهو لا يعرف معرفة العم ابن أخيه فحسب بل يعرفه معرفة الأخ والصديق ذلك أن الرسول وحمز من جيل واحد وسن متقاربة نشأ معا ولعبا معا وتآخيا معا وصارا معا على الدرب من أوله خطوة خطوة ولا إن كان شباب كل منهما قد مضى في طريق فأخذ حمز يزاحم أنداده في نيل طيبات الحياة وإفساح مكان لنفسه بين زعاماء مكة وسادات قريش بينما عكف محمد على أضواء روحه التي انطلقت تنير له طريق الله وعلى حديث قلبه الذي نآ به من ضوضاء الحياة إلى التأمل العميق وإلى التهيؤ لمصافحة الحق وتلقيه نقول لإن كان شباب كل منهما قد اتخذ وجهة مغايرة فإن حمز لم تغب عن وعيه لحظة من نهار فضائل تربة وابن أخيه تلك الفضائل والمكارم التي كانت تحل صاحبها مكانا عليا في أفئدة الناس كافة وترسم صورة واضحة لمستقبله العظيم في صبيحة ذلك اليوم خرج حمز كعادته وعند الكعب وجد نفرا من أشراف قريش وساداتها فجلس معهم يستمع لما يقولون كانوا يتحدثون عن محمد ولأول مرة رآهم حمزة يستوحد عليهم القلق من دعوة ابن أخيه وتظهر في أحاديتهم عنه نبرة الحقد والغيد والمرارة لقد كانوا من قبل لا يبالون أو هم يتظاهرون بعدم المبالاة والاكترات أما اليوم فوجوههم تموج موجا بالقلق والهم والرغبة في الافتراس ودحك حمزة من أحاديتهم طويلا ورماهم بالمبالغة وسوء التقدير وعقب أبو جهل مؤكدا لجلسائه أن حمزة أكثر الناس علما بخطر ما يدعو إليه محمد ولكنه يريد أن يهون من الأمر حتى تنام قريش ثم تصبح يوما وقد ساء صباحها وظهر أمر ابن أخيه عليها ومضوا في حديثهم يزمجيرون ويتوعدون وحمزة يبتسم تارة ويمتعد تارة أخرى وحين انفض الجمع وذهب كل إلى سبيله كان حمزة متقل الرأس بأفكار جديدة وخواتر جديدة راح يستقبل بها أمر ابن أخيه ويناقشه مع نفسه من جديد ومضت الأيام ينادي بعضها بعضا ومع كل يوم تزداد همهمة قريش حول دعوة الرسول ثم تتحول الهمهمة إلى تحرش وحمزة يرقب الموقف من بعيد إن تبات ابن أخيه لا يبهره وإن تفانيه في سبيل إيمانه ودعوته لهو شيء جديد على قريش كلها رغم ما عرفت به من تفاني وصمود ولو استطاع الشك يومئذ أن يخدع أحدا عن نفسه في صدق الرسول فما كان هذا الشك بقادر على أن يجد إلى وعي حمزة منفدا أو سبيلا فحمزة خير من يعرف محمدا من طفولته الباكرة إلى شبابه الطاهر إلى رجولته الأمينة السامقة إنه يعرفه كما يعرف نفسه بل أكثر مما يعرف نفسه ومنذ جاء الحياة معا وترعرع معا وبلغ أشدهما معا وحياة محمد كلها نقية كأشعة الشمس لا يذكر حمزة شبهة واحدة ألمت بهذه الحياة لا يذكر أنه رآه يوما غاضبا أو قانطا أو طامعا أو لاهيا أو مهزوزا وحمزة لم يكن يتمتع بقوة الجسم فحسب بل وبرجاجة العقل وقوة الإرادة أيضا من تم لم يكن من الطبيعي أن يتخلف عن متابعة إنسان يعرف فيه كل الصدق وكل الأمانة وهكذا تواصدره إلى حين على أمر سيتكشف في يوم قريب وجاء اليوم الموعود وخرج حمزة من داره متوشحا قوسه ميم من وجهه شطر الفلاه ليمارس هوايته المحببة وريادته الأثيرة الصيد وكان صاحب مهارة فائقة فيه وقضى هناك بعد يومه ولما عاد من قنصه دهب كعادته إلى الكعب ليطوف فيها قبل أن يقفل راجعا إلى داره وقريبا من الكعبة لقيته خادمة لعبد الله بن جدعان ولم تكد تبصره حتى قالت له يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمدا آنفا من أب الحكم بن هشام وجده هناك جالسا فآداه وسبه وبلغ منه ما يكره ومدى تشرح له ما صنع أبو جهل برسول الله واستمع حمز جيدا لقولها ثم أطرق لحظة ثم مد يمينه إلى قوسه في ثبتها فوق كتفه ثم انطلق في خطا سريعة حازم صوب الكعبة راجيا أن يلتقي عندها بأبي جهل فإن هو لم يجده هناك فسيتابع البحث عنه في كل مكان حتى يلاقيه ولكنه لا يكاد يبلغ الكعبة حتى يبصر أبا جهل في فنائها يتوسط نفرا من سادات قريج وفي هدوء رهيب تقدم حمز من أبي جهل ثم استل قوسه وهوابها على رأس أبي جهل وجشه وأدماه وقبل أن يفيق الجالسون من الدهشة ساح حمز في أبي جهل أتشتم محمدا وأنا على دينه أقول ما يقول ألا فرد ذلك علي إن استطعت وفي لحظة نسي الجالسون جميعا الإهانة التي نزلت بزعيمهم أبي جهل والدم الذي ينزف من رأسه وشغلتهم تلك الكلمة التي حاقت بهم كالصاعقة الكلمة التي أعلن بها حمزة أنه على دين محمد يرى ما يراه ويقول ما يقوله أحمزة يسلم أعز فتيان قريش وأقواهم شكيمة إنها الطامة التي لا تملك قريشا لها دفعا فإسلام حمزة سيغرق تيرين من الصفوة بالإسلام وسيجد محمدا حوله من القوة والبأس ما يعزز دعوته ويشد أزره وتصحو قريش دات يوم على هدير المعاول تحطم أصنامها وآلهتها أجل أسلم حمزة وأعلن على الملأ الأمر الذي كان يطوي على صدره وترك الجمعة الداهلة يجتر خيبة أمله وأبا جهل يلعق دماءه النازفة من رأسه المشجوج ومد حمزة يمينه مرة أخرى إلى قوسه فتبتها فوق كتفه واستقبل الطريق إلى داره في خطواته التابتة وبأسه الشديد كان حمزة يحمل عقلا نافدا وضميرا مستقيما وحين عاد إلى بيته ونضى عنه مثاعب يومه جلس يفكر ويدير خواطره على هذا الذي حدث من قريب كيف أعلن إسلامه ومتى لقد أعلنه في لحظة من لحظات الحمية والغضب والانفعال لقد ساءه أن يساء ابن أخيه ويضلمت دون أن يجد له ناصرا فغضب له وأخذته الحمية لشرف بني هاشم فشج رأس أبي جهل وصرخ في وجهه بإسلامه ولكن هل هذا هو الطريق الأمثل الذي يغادر الإنسان دين آبائه وقومه دين الدهور والعصور ثم يستقبل دينا جديدا لم يختبر بعد تعاليمه ولا يعرف عن حقيقته إلا قليلا صحيح أنه لا يشك لحدة في صدق محمد ونزاهة قصده ولكن أيمكن أن يستقبل إمرئ دينا جديدا بكل ما يفرده من مسؤوليات وتبيعات في لحظة غضب مثل ما صنع حمز الآن لقد كان يطوي صدره على احترام هذه الدعوة الجديدة التي يحمل ابن أخيه لواءها ولكن إذا كان مقدورا على أن يكون أحد أتباع هذه الدعوة المؤمنين بها فما الوقت المناسب للدخول في هذا الدين لحظة غضب وحمية أم أوقات تفكير وروية وهكذا فرضت عليه استقامة ضميره ونزاهة تفكيره أن يخضع المسألة كلها من جديد لتفكير سارم ودقيق وشرع يفكر وقضى أياما لا يهدأ له فيها خاطر وليالية لا يرقأ له فيها جفن وحين تنشد الحقيقة بواسطة العقل يفرد الشك نفسه كوسيلة إلى المعرفة وهكذا لم يكد حمزة يستعمل عقله في بحث قضية الإسلام ويوازن بين الدين القديم والدين الجديد حتى تارت في نفسه شكوك أزجها الحنين الفطري الموروط إلى دين آبائه والتهي بالفطر الموروط من كل جديد فاستيقظت كل ذكرياته عن الكعبة وآلهتها وأصنامها وعن الأمجاد الدينية التي أفاءتها هذه الآلهة المنحوطة على قريش كلها وعلى مكة بأسرها وبدأ الإنسلاخ من هذا التاريخ كله وهذا الدين القديم العريق هوة تتعاضم مججزاها وعجب حمزة كيف يتسنى لإنسان أن يغادر دين آبائه بهذه السهولة وبهذه السرعة ونادم على ما فعل ولكنه واصل رحلة العقل ولما رأى أن العقل وحده لا يكفي لجأ إلى الغيب بكل إخلاصه وصدقه وعند الكعبة كان يستقبل السماء دارعا مبتهلا مستنجدا بكل ما في الكون من قدرة ونور كي يهتدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ولنصغي إليه وهو يروي بقية النبأ فيقول ثم أدركني الندم على فراق دين آبائي وقومي وبت من الشك في أمر عظيم لا أكتحل بنوم ثم أتيت الكعبة وتدرعت إلى الله أن يشرح الصدر لحق ويدهب عني الريب فاستجاب الله لي وملأ قلبي يقينا وغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما كان من أمري فدع الله أن يثبت قلبي على دينه وهكذا أسلم حمزة إسلام اليقين أعز الله الإسلام بحمزة ووقف شامخا قويا يدود عن رسول الله وعن المستضعفين من أصحابه ورآه أبو جهل يقف في صفوف المسلمين فأدرك أن الحرب لا محالة وراح يحرد قريشا على إنزال الأدب الرسول وصحبه ومضى يهيئ لحرب أهلية يشفي عن طريقها مغاييده وأحقاده ولم يستطع حمزة طبعا أن يمنع كل الأدى ولكن إسلامه مع ذلك كان وقاية ودرعا كما كان إغراءا ناجحا لكثير من القبائل التي قادها إسلام حمزة أولا ثم إسلام عمر بن الخطاب بعد ذلك إلى الإسلام فدخلت فيها أفواجا ومنذ أسلم حمزة نذر كل عافيته وبأسه وحياته لله ولدينه حتى خلع النبي عليه هذا اللقب العظيم أسد الله وأسد رسوله وأول سرية خرج فيها المسلمون للقاء العدو كان أميرها حمزة وأول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من المسلمين كانت لحمزة ويوم التقى الجمعان في غزوة بدر كان أسد الله وأسد رسوله هناك يصنع الأعاجيب وعادت فلول قريش من بدر إلى مكة تتعثر في هزيمتها وخيبتها ورجع أبو سفيان مخلوع القلب متأتئ الرأس وقد خلف على أرض المعركة جتة سادة قريش من أمثال أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيد والأسود بن عبد الأسد المخزومي والوليد بن عتبة والنظر بن الحارث والعاص بن سعيد وطعمة بن عدي وعشرات مثلهم من رجال قريش وصناديدها وما كانت قريش لتتشرع هذه الهزيمة المنكرة في سلام فراحت تعد عدتها وتحشد بأسها ويأسها لتأترى لنفسها ولشرفها ولقتلاها وصممت قريش على الحرب وجاءت غزوة أحد حيث خرجت قريش على بكرة أبيها ومعها حلفائها من قبائل العرب بقيادة أبي سفيان مرة أخرى وكان زعماء قريش يهدفون بمعركتهم الجديدة إلى رجلين اتنين الرسول عليه الصلاة والسلام وحمز رضي الله عنه وأرضاه أجل والذي كان يسمع أحاديتهم ومؤامراتهم قبل الخروج للحرب يرى كيف كان حمز بعد الرسول بيت القصيد وهدف المعركة ولقد اختاروا قبل الخروج الرجل الذي وكلوا إليه أمر حمزة وهو عبد حبشي كان دا مهارة خارقة في قدف الحرب جعلوا كل دوره في المعركة أن يتصيد حمزة ويصوب إليه ضربة قاتلة من رمحه وحضروه من أن ينشغل عن هذه الغاية بشيء آخر مهما يكون مصير المعركة واتجاه القتال ووعدوه بثمن غال عظيم هو حريته فقد كان الرجل واسمه وحشي عبدا لجبير بن مطعم وكان عم جبير قد لقي مسرعه يوم بدر فقال له جبير أخرج مع الناس وإن أنت قتلت حمزة فأنت عتيق ثم أحالوه إلى هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان لتزيده تحريضا ودفعا إلى الهدف الذي يريدون وكانت هند قد فقدت في معركة بدر أباها وعمها وأخاها وابنها وقيل لها أن حمزة هو الذي قتل بعد هؤلاء وأجهز على البعض الآخر من أجل هذا كانت أكثر القراشيين والقراشيات تحريضا على الخروج للحرب لا لشيء إلا لتدفر برأس حمزة مهما يكون الثمن الذي ستطلبه المغامرة ولقد لبت أياما قبل الخروج للحرب ولا عمل لها إلا إفراغ كل حقدها في صدر وحشي ورسم الدور الذي عليه أن يقوم به ولقد وعدته إن هو نجح في قتل حمزة بأثمن ما تملكه المرأة من متاع وزينه فلقد أمسكت بأناملها الحاقدة قرطها اللؤلؤي التمين وقلائدها الدهبية التي تزحم حول عنقها ثم قالت عيناها تحقدان في وحشي كل هذا لك إن قتلت حمزة وسال لعب وحشي وطارت خواطره تواقة مشتاقة إلى المعركة التي سيربح فيها حريته فلا يصير بعد عبدا أو رقيقا والتي سيخرج منها بكل هذه الحلي التي يزين عنق زعمة نساء قريش وزوجة زعيمها وابنة سيدها كانت المؤامرة إذن وكانت الحرب كلها تريد حمزة رضي الله عنه بشكل واضح وحاسم وجاءت غزوة أحد والتقى الجيشان وتوسط حمزة أرض الموت والقتال مرتضيا لباس الحرب وعلى صدره ريشة النعام التي تعود أن يزين بها صدره في القتال وراحى يصول ويجول لا يريد رأسا إلا قطعه بسيفه وماذا يضرب في المشركين وكأن المنايا طوع أمره يقدف بها ما يشاء فتصيبه في صميمه وصال المسلمون جميعا حتى قاربوا النصر الحاسم وحتى أخذت فلول قريش تنسحب مدعورة هاربة ولولا أن ترك الرمات مكانهم فوق الجبل ونزلوا إلى أرض المعركة ليجمعوا غنائم العدو المهزوم لولا تركهم مكانهم وفتحهم الثغرة الواسعة لفرسان قريش لكانت غزوة أحد مقبرة لقريش كلها رجالها ونسائها بل وخيلها وإبلها لقد دهم فرسانها المسلمين من ورائهم على حين غفله وأعملوا فيهم سيوفهم الضائمة المجنونة وراحى المسلمون يجمعون أنفسهم من جديد ويحملون سلاحهم الذي كان بعضهم قد وضعه حين رأى جيش قريش ينسحب ويولي الأدبار ولكن دا المفاجأة كانت قاسية وعنيفة ورأى حمزة ما حدث فداعف قوته ونشاطه وبلاءه وأخذ يضرب عن يمينه وشماله وبين يديه ومن خلفه ووحشي هناك يرقبه ويتحين الفرصة الغادرة ليوجهها نحوه ضربته ولندع وحشيا يصف لنا المشهد بكلماته وكنت رجلا حبشيا أقضف بالحربة قدف الحبشة فقل ما أخطئ بها شيئا فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقف أمامه شيئ فوالله إني لأتهيأ له أريده وأستطر منه بشجرة لأتقحمه أو ليدنوى مني اتقدمني إليه سباع بن عبد العزة فلما رآه حمزة صاحبه هلما إلي يبنى مقطعة البذور ثم ضربه ضربة فما أخطأ رأسه عندئذ هزست حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها فوقعت في تنته حتى خرجت من بين رجليه ونهض نحوي فغلب على أمره ثم مات وأتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى المعسكر فقعدت فيه إذا لم يكن لي فيه حاجة فقد قتلته لأعتق ولا بأس أن ندعى وحشيا يكمل حديثه فلما قدمت مكة أعتقت ثم أقمت بها حتى دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فهربت إلى الطائف فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم تعيت علي المداهب وقلت ألحق بالشام أو باليمن أو سواها فوالله إني لفي ذلك من همي إذ قال لي رسل ويحك إن رسول الله والله لا يقتل أحدا من الناس يدخل دينه فخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلم يراني إلا أقائما أمامه أشهد شهادة الحق فلما رآني قال أوحشي أنت قلت نعم يا رسول الله قال فحدتني كيف قتلت حمزة فحددته فلما فرقت من حديثي قال ويحك غيب عني وجهك فكنت أتنكب طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان لإلى يراني حتى قبضه الله إليه فلما خرج المسلمون إلى مسلمة الكذاب صاحب اليمامة خرجت معهم وأخذت حربة التي قتلت بها حمزة فلما التق الناس رأيت مسلمة الكذاب قائما في يده السيف فهيأت له وهزست حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فيه فإن كنت قد قتلت بحربتي هذه خير الناس وهو حمزة فإني لأرجو أن يغفر الله لإذ قتلت بها شر الناس مسلمة هكذا سقط أسد الله وأسد رسوله شهيدا مجيدا وكانت حياته مدوية وكانت موتته مدوية كذلك فلم يكتفي أعداؤه بمقتله وكيف يكتفون أو يقنعون وهم الذين جندوا كل أموال قريش كل رجالها في هذه المعركة التي لم يريدوا بها سوى الرسول عمه حمزة لقد أمرت هند بن عتبة زوجة أبو سفيان أمرت وحشيا أن يأتيها بكبد حمزة واستجاب الحبشي لهذه الرغبة المصعورة وعندما عاد بها إلى هند كان يناولها الكبد بيمنعه ويتلقى منها قرطها وقلائدها بيصراه مكافأة له على إنجاز مهمته ومضغت هند بن عتبة التي سرعها المسلمون ببدر وزوجة أبي سفيان قائد جيش الشرك الوثنية مضغت كبد حمزة راجية أن تشفي تلك الحماقة حقدها وغلها ولكن الكبد استعصت على أنيابها وأعجزتها أن تسيغها فأخرجتها من فمها ثم علت صخرة مرتفعة وراحت تصرخ غائلة نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر ما كان عن عتبة لي من صبر ولا أخ وعمه وبكر شفيت نفسي وقضيت ندر أزاح وحشي غليل صدر وانتهت المعركة وامتت المشركون إبي لهم وساقوا خيلهم قافلين إلى مكة ونزر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه إلى أرض المعركة لينظر شهداءها وهناك في بطن الوادي وإذ هو يتفحص وجوه أصحابه الذين باعوا الله أنفسهم وقدموها قرابين مبررة لربهم الكبير وقف فجأة ونظر فوجمه وضغط على أسنانه وأسبل جفنيه فما كان يتصور قد أن يهبط الخلق العربي إلى هذه الوحشية البشعة فيمثل بجتمان ميت على الصورة التي رأى فيها جتمان عمه الشهيد المجيد حمز بن عبد المطالب أسد الله وسيد الشهداء وفتح الرسول عينيه التي تألق بريقهما كومد القذر وقال وعيناه على جتمان عمه لن أصاب بمثلك أبدا وما وقفت موقفا قط أغيض إلي من موقفي هذا ثم التفت إلى أصحابه وقال لولا أن تحزن صفية أخت حمزة ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير ولا إن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطين لأمثلن بتلاتين رجلا منهم فصاح أصحاب الرسول والله لئن أدفرنا الله بهم يوما من الظهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب ولكن الله الذي أكرم حمزة بالشهادة يكرمه مرة أخرى بأن يجعل من مصرعه فرصة لدرس عظيم يحمي العدالة إلى الأبد ويجعل الرحمة حتى في العقوبة والقصاص واجبا وفرضا وهكذا لم يكد الرسول صلى الله عليه وسلم يفرغ من إلقائه وعيده السالف حتى جاءه الوحي وهو في مكانه لم يبرحه بهذه الآيات الكريمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدات الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم به ولئن صبرتم له وخير للصابرين واصبروا ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ديق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكان نزول هذه الآيات في هذا الموطن خير تكريم لحمزة الذي وقع أجره على الله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه أعظم الحب فهو كما ذكرنا من قبل لم يكن عمه الحبيب فحسب بل كان أخاه من الرضاعة وتربة في الطفولة والصديق العمر كله وفي لحظات الوداع هذه لم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم تحية يودعه بها خيرا من أن يصلي عليه بعدد جهداء المعركة جميعا وهكذا حمل جتمان حمزة إلى مكان الصلاة على أرض المعركة التي شهدت بلاءه واحتضنت دماءه فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ثم جيء بشهيد آخر فصلى عليه الرسول ثم رفع وترك حمزة مكانه وجيء بشهيد ثالث فوضع إلى جوار حمزة وصلى عليه من رسول وهكذا جيء بالشهداء شهيدا بعد شهيد والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على كل منهم وعلى حمزة معه حتى صلى على عمه يومئذ سبعين صلاة وينصرف الرسول من المعركة إلى بيته فيسمع في طريقه نساء بني عبد الأشهل يبكين شهداءهن فيقول عليه الصلاة والسلام من فرط حنانه وحبه لكن حمزة لا بواكية له ويسمعها سعد بن معاد فيظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطيب نفسا إذا بكت النساء عمه فسيسرع إلى النساء بني الأشهل ويأمرهن أن يبكين حمزة فيفعل ولا يكاد الرسول يسمع بكأهن حتى يخرج إليهن ويقول ما إلى هذا قصد ارجعن يرحمكن الله فلا بكاء بعد اليوم ولقد ذهب أصحاب الرسول يتبارون في ثراء حمزة وتمجيد مناقبه العظمى على أن خير رساء عطر ذكراه كانت كلمات الرسول له حين وقف على جتمانه ساعة رآه بين شهداء المعركة وقال رحمة الله عليك فإنك كنت ما علمت وصولا للرحم فعولا للخيرات لقد كان مصاب النبي صلى الله عليه وسلم في عمه العظيم حمزة فادحا وكان العزاء فيه مهمة صعبة بيد أن الأقدار كانت تدخر لرسول الله أجمل عزاء ففي طريقه من أحد إلى داره مر عليه الصلاة والسلام بسيدة من بني دينار استشهد في المعركة أبوها وزوجها وأخوها وحين أبصرت المسلمين العائدين من الغزو سارعت نحوهم تسألهم عن أنباء المعركة فنعوا إليها الزوج والأب والأخ وإذا بها تسألهم في لهفة وماذا قال رسول الله قالوا خيرا وهو بحمد الله كما تحبين قالت أروني حتى أنظر إليه ولبت بجوارها حتى اقترب الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رأته أقبلت نحوه تقول كل مصيبة بعدك أمرها هين أجل لقد كان هذا أجمل عزاء أبقاه ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم قد ابتسم لهذا المشهد الفد الفريد فليس في دنيا البدل والولاء والفداء لها نظير صيدة ضعيفة مسكينة تفقد في ساعة واحدة أباها وزوجها وأخاها ثم يكون ردها على الناع لحظة سماعها النبأ الذي يهد الجبال وما دفع على رسول الله لقد كان مشهدا أجاد القدر رسمه وتوقيته ليجعل منه للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عزاء أي عزاء في أسد الله وسيد الشهداء إلى هنا ينتهي هذا الفيديو أتمنى أن تنال إعجابكم هذه القصة ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لدعمنا وشكرا لكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم